الأسبوع الثاني على التوالي يتصدر الرئيس الأمريكي ترامب مواقع التواصل الاجتماعي والترند العالمي بعد التغريدات حتى هذه اللحظة تجوزت أربعة مليون تغريدة لكن هذه المرة ليست بسبب تطاوله على المرشح الديمقراطي جو بايدن ولا بسبب تهكمه على الشعب الأمريكي أو معادات الإسلام أو معادات السود هذه المرة بسبب إعلان البيت الأبيض قبل أيام إصابة ترامب بفيروس كورونا فيروس كورونا الذي استهزأ به ترامب قبل شهور الذي دع الناس لعدم ارتداء الكمامة وقلل من خطر هذا الفيروس بل أيضا حاول أن يفكر في حقن بعض المرضى بأجهزة وأدوات ومساحيق وسوائل التعقيم إذن ترامب الذي تم نقله إلى المستشفى العسكري في الجناح الملكي قبل أيام ليتلقى العلاق قالت CNN أن حالته كانت خطيرة وعنده سوء تنفس لكن خرج ترامب قبل ساعات من المستشفى وعاد إلى البيت الأبيض وهو يظهر بهذه الطريقة أمام الناس يخلع الكمامة في رسالة للشعب الأمريكي أنه قوي وأن لا تخافوا من هذا الفيروس هذه الصورة التي كانت الأكثر تشاركا وشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر فيها ترامب هو ينزع الكمامة بعد وصوله إلى البيت الأبيض ثم قال لا تخافوا من كورونا ترامب مخاطبا الأمريكيين بعد عودته للبيت الأبيض لا تخافوا من كورونا وأنا الآن أفضل من قبل عشرين عام يبدأ مشطاء أهلا مواقع التواصل الاجتماعي التفاعل والتغريد بسبب ما قام به ترامب أما المنافس لترامب في الانتخابات الأمريكية جو بايدن الذي استغل هذا الحادث لمصلحته في حملة انتخابية وفيديو انتخابي تم نشر بكفافة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ترامب يخلع الكمامة وجو بايدن يرتدي الكمامة تحت عنوان البسوا الماسك أو ارتدوا الماسك لإنقاذ الحياة نتابع هذا الجزء من حملة جو بايدن تماشيا مع إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا على الرغم من إعلان إصابته بهذا الفيروس ثم إعلان شفاءه بعد خمس أيام فقط لم يتعاطف الأمريكيون مع دونالد ترامب وظل متأخرا عن منافسه جو بايدن هذا الاستبيان هو الأخير بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا يحصل فيه على واحد واربعين في المية أما بايدن فما ذال متفوقا بسبعة وخمسين في المية فيما شكك الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي في رواية الإصابة البعض رآها مسلسل أو تمثيلية هبطانة للحصول على تعاطف الأمريكان والبعض رآه أيضا مجرد تمثيلية من أجل مكاسب سياسية ياسر أبو هلالة بيقول يكابر ولا يكاد يتنفس ويخلع الكمامة المناصر بيقول ترامب يعود إلى البيت الأبيض وينزع الكمامة لاحظت وصوله ترامب فشل في إقناع الناخب الأمريكي بكذبة إصابته بفيروس كورونا والتعاطف معه ويعلن عودته إلى سباق الانتخابات مع اعترافه بتفوق جو بايدن عليه في استطلاعات الرأي بهذه الطريقة تفاعل الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي ما يزيد عن 3 مليون فقط خلال 24 ساعة مضت تفاعله مع خروج ترامب من المستشفى وعودته إلى البيت الأبيض على الرغم من مرور خمس أيام فقط على إعلانه إصابته بفيروس كورونا وهذا ما ينافي وما يخالف كل الأعراف الطبية فيما حزف موقع فيسبوك منشور لترامب بعد عودته من المستشفى وبعد إعلان شفاءه وهو يتحايل ويصف هذا الفيروس بأنه ليس قوي وأنه غير قاتل ويتحدث مع الشعب الأمريكي عن ضعف هذا الفيروس اعتبر موقع فيسبوك أن هذا المنشور مضلل وبه معلومات قاطئة مما يعني يضطر إلى حد أما الكاريكاتير فكان له نصيب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على مرأة ترامب من هذا الكاريكاتير واللي بيتحدث عن ظهور ترامب بعد يومين فقط داخل سيارة استكمالا لحملاته الانتخابية وسط بعض من مؤيدي وكأن الحملة كلها تحولت إلى مجموعة من الفيروسات والسؤال الآن هل يستطيع ترامب بهذه التمثيلية التي رأح البعض أنها تمثيلية هابطة ومسلسل فاشل أم يستعطف ملايين الأمريكان بعدما عزفوا عنه وذهبوا إلى المعسكر الآخر المعسكر الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر